في الثامن عشر من عمرها تزوجت هنا من رجل يكبرها بثلاثين عاما لأنها كانت تشتاق للخروج من منزل أهلها الذي كان كسجن يقتلها تدريجيا كما كانت تظن أن زوجها الثري يحقق لها كل ما تتمنى وبعد فترة من الزواج زارت أخت الزوج بيت أخيها وعندما علمت أن زوجة الشابة لا تصلي ولا تعرف الكثير من أمور دينها نصحت أخاها بتطليقها إن لم تهتم بهذه الأمور الدينية لذلك نصح زوجها بالمداومة على الصلاة ولكنها لم تستمع لكلامه ولأسباب كثيرة كان يرفض أن يخرج معها متحججا بالتعب بسبب كبر سنه ولم يكن يسمح لها بالخروج بمفردها مع صديقاتها وهذا جعلها تتعرف بعد فترة إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت من خلالها هامشا من الحرية والسعادة وشعرت أخيرا بأنها على قيد الحياة وبعدها استخدمت بعض برامج الشات حتى حدث المحظور وهو إقامة علاقة مع رجل غريب هذه العلاقة بدأت بمجرد تعارف وانتهت بخيانة إلكترونية فدخولها على مواقع التعارف والدردشة أصبح إدمانا وكانت تضع كلمة مرور خاصة بحيث تمنع أي شخص أن يتعرف على الرسائل الغرامية التي ترسلها أو يرسلها لها آخرون ومع الأيام شعر الزوج بغياب زوجته عنه ذهنيا وعاطفيا فهدتها بالطلاق إن لم تعد كما كانت من قبل إلا أنها استمرت في تجاهله وأصرت على موقفها العدائي والكاره له ظلم منها أن أكثر من شاب ممن تعرفت عليهم سيتقدم لها ليتزوجها وسوف تختار من بينهم أفضل بدين لزوجها ومع إصرارها ناء على موقفها قام الزوج بتطليقها بعد أن تنازلت له عن أكثر حقوقها وبعد مرور عامين من طلاقها لم تجد من يتقدم إليها للزواج بعد أن هرب كل من تعرفت عليهم وظلت سجينة في بيت أهلها إلى يومنا هذا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم فيها من دون الله من أبتلا